بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اليوم موضوعنا هو التقارير الطبية بالنسبة للتقارير الطبية احنا نقسمها الى مجامع رئيسية اللي هي اولا الشهادات والبيانات الصحية اللي تشمل بيان الولادة شهادات التطعيم المحلية والدولية وشهادة الوفاة كل هذا الشهادات هي عبارة عن كتب او عبارة عن برقة مطبوعة سلفا هذه الورقة بها فراغات او حقول تملأ من قبل الشخص المخول طبعا الشخص اللي راح يمليها يراعي الدقة في ملئها وبنهايته راح يكتب اسمها صريح وتوقيعها لانه اي خطأ او اهمال هو راح يسأل عليه وبالنسبة البيان الولادة بيان الولادة هو عادة البيان يعني ممكن انه مشتكة بالمستشفيات الاهلية بيان الولادة الاحصاء اللي عندهم او الحسابات اللي يتمليه او عدفكم القابلة المأذونة النساء اللي تولد عند القابلة مو بالمستشفى القابلة ايضا راح تمليه فهو محصرا بالطبيب ممكن انه الشخص المسؤول اذا كان ممرضة واذا كان رجل احصاء ممكن اي شخص اه يملي هذا البيان بالنسبة الى شهادات التطعيم المحلية والدولية عادة اه شهادة التطعيم المحلية والدولية هذي انت بالنسبة اليك هس الاطفال من يريدون يدخلون رياضة الاطفال او يدخلون المدارس يريدون من ادهم دفتر التطعيم انه هذا الشخص اخذ اللقاحات اللي هي مناسبة عمره واخد جميع اللقاحات. اه اما بالنسبة للشهادة التطعمة الدولية عادة هذي اه مثلا بالحج حسه من الاشخاص يدورون الحج فلازم يطعمون ب اه او يلقحون بترقيحات معينة ممكن انه يلقحوهم ضد الفلونزا ضد اه وضد اي مرض ممكن يكون معدي او ساري في المنطقة اللي هو رايح لها. وإلا راح ممكن يتعرض اذا انت جاي من مكان بي اه مرض اه معدي وما عندك اه شهادة ترقيح ضد هذا المرض ممكن انه تحجز بالكارنتين لمدة الفترة الزمنية المناسبة مثلا نهسم بالنسبة لكورونا الناس اه بعض الدول كانت تحجز الشخص اللي يسافر لها لمدة ترباط عشرهم الى ان تتأكد انه شخص غير مصاد بآآ كوفيد فهذه آآ مسألة لشهادة التطعيم آآ يعني ممكن انه بين الدول تنسق امور دخول الناس تعرف انه موسم الحج بملايين الناس فيحتاج انه لانه اذا اي مرض يكون انتقالي او وبائي ممكن هذول كل الاشخاص راح يتأثرون به آآ وبهالحالة راح تصير مشكلة صحية آآ هنا فلازم كل آآ حاج عنده شهادة تطعيم اللي هي الامراض اللي هي يعني المملكة العربية السعودية اللي تطلب دائما شهادة تطعيم منها منها التايفويد ومنها الانفلونزا بالنسبة الى شهادة الوفاة هذي شهادة الوفاة هي اعتقد آآ شهادة مهمة جدا آآ لانه هذي راح تنهي ارتباط الشخص المتوفى بالحياة فممكن تسقط عنا الديون تسقط عنا الاحكام آآ وحقيقة يعني بالنسبة الشهادة في وفاة آآ احنا في في وقت ما طبعا شهادة الوفاة تحصن بالطبيب في سبعينيات او ستينيات في قرن الماضي كان احنا نظام الانجليزي بحيث انه شهادة الوفاة آآ تقطع كانت من قبل الطبيب او طبيب المنطقة او طبيب العائلة اللي هو يعني الفاميلي دكتور بالنسبة العراق بالستينات والخمسينات والسبعينات كان الطبيب اللي هو يكون في منطقة ما عنده دفت الوفيات يعرف المرضى مارته واذا شخص تروفه بالمنطقة ممكن انه يطيه شهادة وفاة لانه هو يعرف الهيستريمات بعدين آآ وهي تطور الحياة اصبحت الدولة تحصر شهادة الوفاة حصن بالمستشفيات طبعا آآ حصن الطبيب يسويها احنا نرجع نحشى على شهادة الوفاة لان هذا الشي مهم انت راح تعيشها ممكن خلال فترة انه تخرجك كطبيب راح يكون عندك دفت روفيات تطلق شهادة وفاة فاحنا بالنسبة الشهادة الوفاة اولا ممنوع الحك والشطب به يعني هاي نقطة على السطن اذا راح تشطب او هذي ممكن راح تكون بطالة وهذي طبعا بيها هذا اللي تشوفه هنا فانت من راح تبطل الوحدة ممكن راح تصير مشكلة احصائية او مشكلة انه بالكمبيوتر وهكذا فيفضل انه تكون دقيق بملأة للشهادة بالنسبة للشهادة بالنسبة للشهادة بما الوفاة طبعا انت قبل ما نبدي انه نمجل الشهادة دفتر الوفيات عادتا احنا من شننا مقيمين انه من اجي استلم بالطوارئ دفتر الوفيات استلمة ويا استلامي للطوارئ اللي يصير شنو اولا ماكو مجاملة ماكو لانه كثير من الناس وقعوا في مشاكل وهي دفتر الوفيات وصارت على مجال استحقيقية وتعرضوا للعقوبة فالفكرة وين انه انه انت من تستلم من شخص حتى لو كان زميلة بغرفة ناموا سوء او اي شخص قريب عليك هذي ما بيها مجاملة هذي المسألة اليك او اليه على من اذا كانت شهادة مفاة مفقودة فهي ممكن تكون في اه خفارتك او في خفارتك فيكون مجلس تحقيقه فانت من تجي تستلم تشيك شهادة الوفيات اللي هي تكون عادة اربع نسخ كل شهادة فتشيك عدد شهادة الوفيات اللي متبقية وكل واحدة نسخها كاملة لانه احنا مثلا في وقتنا ممكن انه كانت بوقت هالحرب العراقية الايرانية وبالحرب العراقية الايرانية هواية كانت تنفق الشهادات الوفاة اه ممكن انه شخص يأخذها ويمليها على ما يأخذ بها اجازة او يتهرب من خدمة عسكرية او ناقلي مثلا عدم هجوم في على ما يتعرض للحقاب او يتعرض فكان الناس يتزور شهادات الوفاة يقول هذا ابويا هذا عمي هذا خالي يتوفر لكنه كانوا بجهة شي يساوون من يأخذون شهادة تجيهم شهادة الوفاة يتزورون عليها اه صحة صدوء يتأكدون انه فعلا هذه الشهادة طالعة من هذه المستشفى وبهذا الاسم فالفكرة انه شهادة الوفاة شهادة مهمة جدا لانه وهو ناس بعد السقوط طلعوا شهادات وفيات لانه مطلوبين للخضاء او كانوا مثلا من جماعة النظام السابق او كتبه او يعني اه المهم اه زوروا شهادات وفاة على الموض يقولون انه مش شخص هذا توفى ان تسقط عليه جميع الاحكام في وقت صدام ايضا اكو ناس شعر تسوي شهادة وفاة وتتطلع نفس انه متوفي على ما تطلع خارج العراق من تطلع ما حالي يقدر يحاسبها وهكذا فشهادة الوفاة شهادة مهمة لازم ندربانها ونحافظ عليها حطها في مكان مغلق من نستخدمها اه يعني احنا لازم نكون مسؤولين على دفتر الوفيات اثناء استلامنا الى واثناء تسليمنا الى نرجع هسا الى شهادة الوفاة شهادة الوفاة عادة تملأ اسم المتوفى ولقبة جنس جنسية دين جمهنة الحالة الزوجية وهكذا كل هاي تملأ طبعا الى اسم الاب اسم الام هذه من تملأ شهادة الوفاة اولا ما تملأ عن طريق اخر المعلومة من الشخص القريب مثلا ابو او مثلا اخوه تجي تقول لش اسم المتوفي قال لك قال لك مثلا اه ستار بس هو بجنسية عبدالستار او ممكن نقول لك مثلا لقبة ستوري وهو بجنسية اسم ستار وهكذا فانت المفروض تأخذ المعلومات المدونة في شهادة الوفاة على مدميسر لاحق ولا شطف من مصدر اه رسمي اللي هو هوية الاحوال المدنية او البطاطا الوطنية اللي كانت توفرها السحاليا تاخذها تدوم بها المعلومات دونت المعلومات بالنسبة الى اه طبعا اه بطاقة سيكن ايضا تسجل بها مكان السيكن مالتر وبعدين تيجي اسم المبلغ عن الوفاة اسم المبلغ اللي هو راح تكون انت الطبيب فلان الفلاني سلتها بالمتوفر طبيب الردهة الطبيب المشرف على الجسمة وانوار مبلغ تخلي بالمستشفى اللي تشرب منستشفى التنسين العام شوف انت باي مستشفى تشرب بعدين راح تيجي تملي هذا الحق اللي هو تكتب سبب الوفاة ممكن يكون سبب واحد مثلا احتشاء عضلة قلبية او ممكن مثلا سلطان الغيتين او ممكن البيضاض الدم اللي هو باقوس اللوكيميا عجز الكلة اي ان كان مثلا او يكون اكثر من سبب مثلا يكون عجز القلب الوظيفي والتهاب القصبات المزمن اه مع عجز الجهاز التنفسي وهكذا او مثلا جلطة دماغية حديثة زادا ارتفاع ضغط الدم وهكذا انت تكتب ممكن هات يعني سبب واحد او عدة اسباب انت مقتنع بها وبعدين طبعا هنا راح تبدي تكتب انه اسمك الطبيب اسم الطبيب وتوقيعه او مكان اللي انت تشتغل به وهنا تختم ختم المؤسسة الصحية هذه كلها من مليتها اه انتهت المشكلة طبعا تبقى انه شهادة الوفاة بالنسبة للطب العدي هذا الحقل ما نملي طبعا انت بالنسبة لك هذا الحقل اللي ما تمليه لانه حق للطبابة العدية لانه هذا عادة شهادة طبية عدية ثم لو توقع من قبل الطبيب العدي فانت بالنسبة لك تمليه هذه بالمستشفى بالنسبة انك الطبع عدي احنا نمليه هذه عادة بالنسبة للطبع العدي المسألة مختلفة يعني انا مثلا اكتب هنا في في اه سبب الوفاة اقول مو لازم يكون السبب هسه عندي واضح يعني مثلا عندي ما اخذ فحوصات ما متوصل الى سبب وفاة لحد الان واضح في شكل متوقف على نتائج الفحوص المختبرية شهادة شهادة الوفاة الفكرة من ادل عادة هو اه هي ياخذوها لقضايا الدفن يعني انت شهادة الوفاة تصريح دفن تاخذه للشخص المتوفى على متى دفنك تلقاك سيطرات توقفك تشيك عليك فانت عندك شهادة وفاة وخلص بينما في المعاملات الرسمية بالدولة بالنسبة للارث بالنسبة للاي معاملة اخرى قسام شرعي هذه عادة بعد شهادة للحواة تروح للإحصاء الحياتي راح اذهب تطلع فالشيء حول صورة قيد وفاة اللي هي هذه عادة يستخدم بالاتحة بالمعاملات الرسمية فشهادة الفاة هي تصريح للدفن يكتب بطريقة اه المعلومات تأخذ من مصادر مصادر رسمية اللي هي عبارة عن بطاقة تومينية وبطاقة سكن زائد الممنوع الحكو الشطب زين بيها طبعا نسخة منعدها راح تسلم الى الذول المتوفة والنسخة الثانية راح تبقى في الدفتر ونسخة ثالثة تروح للإحصاء الحياتي اللي هي راح يسوي بعدين يسقط من النفوس والسجل المدني وهكذا هذه الامور راح تكون امور تكملية لانه وهذا دفتر الوفيات بعدين يروح من يختص للإحصاء الحياتي لاحظ هنا ها شهادة وفاة آآ شهادة وفاة هنا مكتوب الاسم العمر وهكذا مركز شرطة السلاح التاجي المكان مالة المبلغ على الوفاة طبعا المفروض الطبيب هنا صلة الحقيقية المهم هو الحال للطبابة العدية الطبيب العدية ما كاتب اسمه المفروض كاتب الاسمه آآ وهنا متوقف مختبريا طبعا هذا بالطب العدية مفروض هذا اسم صريح بس الظاهر بدي اسباب ما ما يكتبون الاسم يعني تعرف التهسة الامور آآ غير شكل ممكن انه الطبيب اللي ينسوي حملية التشريح يلاحق يعني ما تعرف انه سبب الوفاة ما عجبه المهم فهذا المفروض اسم صريح للطبيب العدية وهنا متوقف على الففزات المختبرية بعدين من تطلع يلا آآ يطون آآ يطون آآ شهادة الوفاة بالنسبة للمجاميع الرئيسية والتقارير الطبية الثانية هي هس هاي احنا قلنا اول شي عدنا آآ الولادات والوفيات واللي قلناها هن هذا اني تقارير اللي راح آآ شهادات الصحية حسنا نجي عالتقارير الصحية عدنا اولا تقارير اللياقة البدنية بالنسبة تقارير اللياقة البدنية حادة رياض الاطفال قبل ما يدخلوا للمدرسة يسولون فحص مدارس ابتدائية وكذلك الجامعة اعتدتوا من دخلتوا سويتوا فحص آآ طبي يعني تفحص من قبل لجنة طبية بها طبيب ياخذوا لك اشعة يتأكدون انه ما عندك امراض سارية معدية وزائد انه انت تكون لائق لكل الكلية اللي انت داخلهم تقارير اللياقة البدنية للزواج طبعا هذي ايضا تقارير خاصة ممكن انه آآ عادة بالطبابة العدلية في بعض الحالات تمن تكون البنت آآ صغيرة بالعمر كلش وآآ الطبق القاضي يدزها للياقتها للزواج هل هي بالغة في السلجين ولائقة للزواج ام لا فاحنا راح نف يعني نفحصها بشكل مظهر العام وهذه وبعدين نستيب تقارير انه لائقة للزواج حتى لو يتم زواجها عن طريق قولي امرها بالنسبة للخدمة العسكرية طبعا هذا هنا يكون الفحص هذا قوي اشمل لانكو ناس ممكن تطلع آآ غير صالحة للخدمة العسكرية اكو ناس تطلع ممكن يكون غير مسلح طبعا هذه حسب الفحص يعني ممكن اكو ناس تطلع غير صالحة للخدمة العسكرية ممكن عدها مثلا عاها او ممكن يكون مثلا عقليا آآ يكون متخلف وهكذا اما بالنسبة او بمرض ممكن انه آآ ما يقدر يمارس الخدمة العسكرية اللي بها جهود بدني هذه كلها ممكن اثناء عملية الفحص الطبي اما بالنسبة للغير مسلح ممكن نظر ضعيف هذا ممكن يطلع غير مسلح ممكن يحقظ بخدمة عسكرية لكنه ما راح يكون بالمكانات القتالية اللي تحتاجي استخدام السلاح قيادة المركبات بالنسبة انه كن يعني هزا ممكن معظمكم عند اجازة السياقة انه يسوي فحص طبي للنظر يتأكدون انه هو ممكن انه يسوق آآ يعني نظرة سليم على موج يطلع اجازة السياقة فممكن اكو ايضا هذه التقارير كل واحدة كلها معايير خاصة آآ والطبيب راح اي ممكن يكون لائق او غير لائق وهكذا بالنسبة للتقارير العلاجية الموجزة يمكن هذه آآ اتا عادة بالنسبة للموظفي الدولة يروح للصادة والوردة ياخد ورقة عيادة احنا نصيح لها وانتو كطلاب ممكن تروح للتسجيل تاخد عيادة العيادة مكتوب بها اسمك مكتوب بها طبعا انه التسجيل والتاريخ او الكلية زائدا انه تكون مخطومة بختم الموظف المختص هذه عادة ترسلوا بها ورقتين آآ راح ترسل للمواسسة الصحية ممكن تزوك للمستشفى لعيادة الاستشارية او الاعيادة الخارجية او ممكن انه الاعيادات الشعبية بالنسبة للاطفال او بالنسبة للعيادات الخاصة عادة القسم الاداري قلنا يملي الموظف المختص وبالنسبة للحقل اللي يخص الطبيب الطبيب راح يكتب بي انه مثلا انه مصاب بالتهاب اللوزتين ويكتب فترة الراحة يحتاج مثلا استراحة لمدة 72 ساعة ويكتب العلاج ايضا بيها نسخة طبعا تصدق من المؤسسة الصحية تخدم وترجع نسخة تحتفظ بها تاخذ بها علاج والنسخة الثانية راح تحفظ بالااااا بالتسجيل على امود انه انت عندك اجازة لمدة هكذا يوم. بالنسبة تقارير الرقود في المستشفيات طبعا هذي آآ تقارير الرقود بالمستشفيات ايضا آآ آآ التقرير يقوم بالطبيب الباطنية او طبيب الجراح يكتب انه مثلا بعد ما الشخص تجرى الى عملية ويريد يطلع المستشفى هو موظف ينكتب له تقرير انه دخل بفلان يوم واجرت له العملية الفنانية واخرج بفلان يوم ما يحتاج استراح لمدة 28 يوم مثلا هذه عادة توقع من قبل الطبيب المسؤول ممكن الطبيب مقيم ايضا وهذه وياها تكون مذكرة آآ آآ يعني ويا التقريض اكون مذكرة على مدهنات تروح المذكرة تتوقع من المعاون الاداري من مدير المستشفى على مودي الطول اجازة اللي يستحقها بعد الاجراء العملية اذا كان موظف بالدولة او اذا كان طالب بالنسبة التقارير المهنية ذات الاختصاص الدقيق عادة هذي هي مثلا تقرير السونات او تقرير الاشعة او التقارير المختبرية مثلا تقرير الهيستو باثولوجي هذني كل هن التقارير اه طبعا تكتب بلغة علمية للصينة تكتب بلغة علمية طبية ليش لانه هذي راح تكون ما بين الطباق يعني انا مثلا كطبيب قاعد بالاستشارية بدا زيت واحد لفحص السونات 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 راح يجيني راح يجيني مطبوع هو بكلام علمي من طبيب السونات واني راح اقرأ فهذه المسألة ما بين الطباء اثنين تكون اجابة عادة بلغة علمية جراح يسوي عملية ويدز اه السامبل اللي طلع اثناء عملية جراحة الهيستو باثولوجي مثلا رفع وراء ودزل الهيستو ابو الهيستو بعدين مني يخلص راح يرسل تقرير للطبيب الجراح مكتوب بكل تفاصيل الفحص النسيجي والدايغنوزز اللي توصل الى فهذه عادة تكتب بلغة علمية رصينة وهي ما تشبه التقارير السابقة لانه تداول ما بين اطباء فقط بالنسبة للتقارير الطبية القضائية عادة التقارير الطبية القضائية تتكون من اربع اه فقرات اللي هي المقدمة والمتن المقدمة طبعا هذي تكون اه حقول اه مطبوعة سلفة يمليها الطبيب شون هسا شفنا يعني انا مثلا اردت التقارير اه عادة هسا نشوف التقارير بالعليا واللي ونحكي عليه اه المتن والصلب هذي نكتب هنا الاضرار اللي يشوفها التقارير عادة اللي الطبيب عادة يثبتها بالمثل او صلب التقارير وبعدين برا ما يخلص ممكن يكتب بالمناقشة الرابط للسببية و اه او يعني سبب معين او ممكن انه يكتب انه فترة علاج والاستنتاج ممكن تكون على شكل اسئلة واجوبة للتحقيق هذه خاصة بالنسبة للتقارير في الشحين اهم تقارير بالنسبة انه هو التقارير بالعادة الاولي اللي هو انت تكتبه اثناء وجودك اه في الطوارئ وهذا كل اللي احنا ذا نتعلمه هسا بالطباب العدلية هو عادة انه يصب في هكذا موضوع كل شي اللي نعلم لك يا باشر او طبع لموت تعرف نقطين رئيسية انه اي قضية شرطة هي تحتاج انه الطبيب المقيم اللي يستلم القضية يكتب بيها تقارير طبي عدي اول هالا ليش هي اثبات الحالة انه تكتب الاضرار اللي اه اجا بيها المريض او تثبت بيها كل الاشياء لان هذي ممكن انه تتحول الى قضية وهذا القضية اه ممكن بعدين ينسل بها سين وجيم ويجاني ومجنع عليها وهكذا فكل القضايا دون استثناء كل الاشياء اللي احنا قريناها بالطباب العدلية شا خدنا من بداية اخدنا مثلا جروح بشكل عام اطلاقات النارية عوارض الطرق الحروق الاختناق الاعتداءات الجنسية شنو اللي اخدنا كلها انه انت من راح تجيك للطوارئ وانت تكون المقيم الموجود بالطوارئ وقت الواجب مالتك انت راح من تستلم هذه القضية مثل ما راح تقدم العلاج للشخص المصاب بنفس الوقت انت راح تسوي تقرير طبي عدي اولي على موج تثبت الحالة وهذا التقرير من تكتبه لازم انت تكون دقيق بكتابته تعرف شون تكتبه وهكذا عادة التقرير الطبي العدل الاولي نكتبه بطريقة انه كتبنا قلنا بالمقدمة هي حقول فارغة لاحظ هنا مثلا استبيان تقرير طبي العدل رقم ما ماكو رقم تاريخ مثلا اني الموقع ادنى الدكتور محمود مهدي علي اجريت الفحص الطبي على الشخص المدعو فلان اللي عمره هلقد وجنس هلقد في مستشفى كذا في مستشفى الفسعين التعليمي بتاريخ اه اثنين ثلاثة الفين وواحد وعشرين وفي الساعة التاسعة صباحا حسب الطلب الوارد لازم اكو كتاب شرطه دائما تقرير قضية قضية شرطة لازم اكتاب فنقول كتاب الوارد بالمركز شرطة اه كذا المرقم طبعا بتاريخ فوجدته ما يلي من هسه هذا كلها اللي قلنا عليها هي هاي المقدمة اللي هي عبارة عن اه اه يعني اش يعني اه حقول مطبوعة انت تمليها من نجي على المتن هذا هنا الفراغات المتن من راح نملي المتن راح نمليه بهالطريقة اللي هي اولا من نكتب المتن نبدي بالرأس ثم الرقبة ثم الجذع الجذع من الامام ثم الى الخلف الاطراف العليا ثم الاطراف السفلة نبدي بالجهة اليمين قبل اليسار والقسم الامامي قبل القسم الخلفي يعني من اجل اضرار راح اسردت به راح ابدي بالامام بعدين نرجع الى الخلف اليمين قبل اليسار نفس الشي بالجذع ابدي بالصدر وابدي بالبطن ثم اذهب الى الظهر أكتب الأضرار الموجودة بعدين أروح للأطراف العليا أبدأ بالطرف العلوي الأيمن الرايت آرم بعدين الليفت آرم بعدين أرجع على الرايت ليك والليفت ليك وهكذا منكملت كل هذه الأضرار وسجلتها بعدين الشراح نجي على المناقشة وأرى أن سبب هذه الأضرار مثلا هو حادث يعني دعس أضرارك هو أضرار رضية ناتجة عن حادث دعس وبالنظر لما شاهدت فإنه ممكن إنه يقدر القيام بالأشغال المعتادة هنا إحنا عادثا نجي هنا إذا أنت راح تدخل المستشفى ما راح تكتب فترة تداوي تقول يحتاج إلى دخول المستشفى أو تكتب فترة تداوي مثلا عنده جرح فقط جرح بإيده ده يشتغل وصار عنده جرح أو مشاجره وعنده جرح بإيده فهنا إذا راح تدخل هنا مثلا تداوي لمدة عشرة أيام فحص آخر بعد العشرة أيام هنا إذا دخلت المستشفى تقول وضع تحت المشاهدة في قسم الطوارئ وحالته الحاضرة طبعا الحاضرة عادثا نحن نعبر عليه بهكذا يما نقول لا بأس بها يعني وضع مستقر وراح نطلع أو شو نقول عليه نقول عليه لا بأس بها ويعتمد على ظهور مضاعفات مستقبلية وهذا عادثا نقولها على جماعة يعني أنت هسا هو حاليا فعاليات الحيوازين ما عنده أعراض فأنت تقول لا بأس بها لكن ممكن يجوز خلال ساعتين أو ثلاثة يبدي يصير عدة يبدي يصير أو ممكن يتبدي الأعراض مالة أضرار داخل الجوف القحفي فهنا نتبقى لا بأس بها ولكنها تعتمد على ظهور مضاعفات مستقبلية إذا كانت الحالة مثلا إصابة تحتاج إلى دخول للمستشفى أو إجراء عملية فهنا شو نقول عليه ندخل المستشفى وحالته وحالته بالوقت الحاضر خطرة أو ممكن أنه الإصابة مثلا كانت الشخص مضروبه باطلاق ناري براسه وهو غاسبينغ ووضع كل حريط فش نقول عليه الإصابة خطرة جدا أو مميتة ولأجل نظم ثالث تقرير وأودعته إلى أو أودعته في أو إلى الشخص اللي هو كان يكون جاب الكتاب مات الشرطة اللي هو يكون ممكن محقق اسمه رئيس عرفاء مفوض ملازم وهكذا المرسل صحبة الكتاب توقع في الوظيفة مثلا مقيم دوري في مستشفى كذا هذا الني اللي راح تمليها طبعا أرجع وقول كل الشغلة اللي نشتغل خلال السنة كله على مد نوصل إلى هاي النقطة إنه أنت بالنسبة إلك كطبيب مقيم تتعلم كل هاي الأشياء لأن أنت راح تكتب تقرير طبي عدي أولي لازم تعرف أنه مثلا شخص مصاب باطلاق ناري في الصدر فلازم من تفحصه تقول أولا مثلا مثلا أنه الفعاليات الحيوية غير مستقرة الوعي مشوش مصاب باطلاق ناري مدخل طلق ناري في منطقة الصدر ومخرج من مسافة خلي نقول ممكن تحدد المسافة من مسافة بعيدة ومخرج في منطقة الظهر في منطق يعني مثلا في متوسط في منتصف الصدر أو بالمنطقة القصية والمخرج في منتصف الظهر أو في منطقة مثلا لوحة الكتب زين آآ الكتبت هذه فبالي الشاح تقول أنه تداوي ما راح تمليه فحص آخر ما راح تمليه تقول ووضع تحت المشاهدة في آآ طوارئ في الطوارئ أو في قسم الطوارئ وحالته للحاضرة خطرة ولأجل نظمة هذه التقرير دخل يدخل مستشفى الرحيس والعملية وهذا التقرير طبعا بنسخ دين نسخة راح تبقى بدفتر التقارير الطبية والنسخة الثانية تعطى للشرطي اللي راح يكون مرافق آآ للحالة واللي جايب كتاب آآ كتاب الشرطة اللي أنت على أساسه سويت تقرير طبي عدد أولي فإذن كل الأشياء القليناها أو كل لازم تسوي له آآ قضية يعني تقرير طبي عدد أولي لأن هذه بالنسبة إليك يعني آآ مرات شي صير خلي نقول هذا اللي حتنا عليه هسه في الطلق الناري هزين دخل للعمليات أو أجريت له عملية جراحية تمت خياطة الإصابات ماتة وبقى ثلاث يام بالمستشفى بعدين توفر من يتوفر اش راح يصير أنت ميسل تقليشات وفات شهادة الوفات لسه هذا موضوع آخر وهم لازم نرجع عليه أنا ممكن أنه جاوزته بس آآ شي في محاضرة سابقة المنطل شهادة وفات المنطل شهادة وفات نحن حشناها في موضوع سابق النسبة فأنت بالنسبة إليك تقريرك بهالحالة هو اللي راح يكون معول أمام القضاء ليش لأنه الطبيب العدي ما راح يحلول الجثة راح يشوف جروح مخيطة ما راح يقول المدخل وين والمخرج وين ولا راح يحدد مسافة الإطلاق كل الأشياء راح تحدد عن طريق التقرير اللي أنت كتبت نرجع نحش على موضوع شهادة الوفات أركضكم نقطة واحدة كل دون استثناء يعني مثلا يجيك واحد طفل عمره وقع علي ما يحار نسبة الإصابة عدة عشرين بالمئة دخلت ردهة الحروق بقيمة أسبوع بعد توفر طبعا هذا أول مرة بالطوارد لازم سوي لتقرير بعدي أولي لأن حروق ما تقول لي هذا وقع علي ما يحار أنت هذا مو شغل أو انتحارية أنت كل اللي عليك نسوي تقرير طبيعا أولي ومن يتوفر تحيل للطباب العدية من يجون أهلا يتوسلون بيك على هذا طفل وقضاء وقدر وطلين شهاد وفات تمام اسموح لك تطي شهاد وفات لأي قضية شرطة قضايا الشرطة حسرا لازم تحال للطباب العدية لإعطاء شهادة الوفاة وإجراء الفحص التشريح في حالة الأهل ما يريدون يشرحون الطفل هذه مشكلتهم لازم يأخذون الأوراق ويروحون إلى قاضي التحقيق وإذا قاضي التحقيق قال تقطى تسلم الجثة بدون تشريح ذات الوقت انه تقطى شهادة وفات على أساس قرار القاضي أما بشكل عام انت أي قضية شرطة تدخل إلى المستشفى مائلة حق تطيها شهادة وفات وتحال للطبابة العادية المطلوب منك يسوي نسخة من الطبلة ضبط الأصل على ما يطلع عليها الطبيب العدي أثناء عملية الفحص التشريحي ويعرف الأوليات مالة الإصابة والعلاجات التي أخذها والتداخلات الجراحية التي أجريت للمتوفا النقطة الثانية بشهادة الوفاة لوفاة نحش عليها إنه إحنا قلنا الوفيات خارج المستشفى وهذه حجيناها يمكن في موت الفجاءة الوفيات خارج المستشفى أنت تقدر إذا كان المريض يستحق تطيش هات وفاة عده مثلا تقارير بأمراض مزمنة ممكن شخص يتوفى بها داخل بيته بس طبعا تطيش هات وفاة بعد إجراء الكشف الطبي هذا الشخص نفسا المتوفى هو الهوية مالت والنقطة الثانية أنه من يلقى آثار شدة على جسم على مدين قد نطيش هات وفاة فشهادة الوفاة بالنسبة للمتوفين خارج المستشفى تؤطى للناس اللي هما عندهم تاريخ مرضي ممكن يؤدي إلى وفاة أما اللي ما عنده تاريخ مرضي وانت ما مقتنع انه هذا شنو سبب وفاة فأنت تقدر تحيل للطبابة العدلية بالنسبة طبعا للناس اللي يتوفون داخل المستشفى وبسبب مرضي أو إجراء عملية جراحية ممكن مثلا واحد تقول سواء عملية جراحية وتوفى أو ممكن شخص تصاب باحتشاع عذرة طلبية أو جلطة دماغية وكان رافض بالمستشفى يتوفر طبعا هذا انت راح تسوي لشهادة وفاة بالنسبة للتقرير نرجع للتقارير قلنا أول تقرير هو التقرير بالعدل الأولي هسا نحشى على التقرير الدوري عادة التقرير الدوري هو الطبيب الاختصاص ممكن أنه يزود مركز الشرطة أو القاضي بحالة المريض كل 48 ساعة أو 24 ساعة ليش وثانيا هذه عادة ننطيها في حالات بعض الحالات اللي هي مثلا شخص يدعس شخص ويضرب ويصير عنده كسر زينا هذا يصير عنده كسر في عظم الففوض يحتاج عملية أو يحتاج مثلا سحب داخل المستشفى وممكن يبقى نايم أسابيع الشخص اللي دعس راح يبقى بالتوقيف إلى أن يطلع هذا من المستشفى ما معقول هذا راح نبقي ثلاثة شهر بالمستشفى بالسجن لأنه هذا الشخص في المستشفى فالتقرير الدوري عادة إذا القاضي شاف أنه الطبي بالاختصاص يقول أنه حالة مستقرة وبس يحتاج يبقى داخل المستشفى ممكن أنه يطلع الشخص الداعس بكفالة إلى أن اه اتم عملية المحاكمة الأصولية فهذه عادة نحن التقارير نسويها نكتب بها وضع العام للمريض ووضع الصحي وحالة الصحية لأنه مرات أنه القاضي يريد يتأكد أنه مثلا احنا أول يومين نقول الوضع كان خطر فالقاضي ما يطلع بكفالة بس من نقول الوضع استقر ممكن القاضي عادي يطلع بكفالة بالتقرير الدوري الثاني أو الثالث وهكذا طبعا التقرير الدوري فقط من يكون الشخص داخل المستشفى حسرا من تنتهي طبعا بعد الإصابة الشخص يأما راح يطلع نطي تقرير نهائي والتقرير النهائي ممكن أنه نثبت بالإصاء دخل بفلان وكث وخلل بفلان وكث وإما إذا كان عنده درجة عجز أو توفة طبعا ثم راح نطيب على التقرير النهائي وإذا درجة عجز ممكن ننحيل بالتقرير النهائي إلى لجنة طبيعة تقدير درجة العجز بالنسبة التقرير النهائي مثلا أي شخص يدخل مثلا واحد سوزائد دودية يدخل ورما يطلع عادثا ننطي تقرير يكتب الجراح ويوقعه وقلنا الرابط يوقعه أو مذكرة يوقعها مدير المستشفى والمعاون لداري يختب بها أنه دخل بفلان وقت خرج بفلان وقت وجدته عملية زادة دودية ويحتاج يصراح لمدة 28 يوم هذي ممكن للطالب يأجل بها دراستة أو طبعا يعطى إجازة لمدة 28 يوم ما يحاسبه على غيابه وهكذا أما إذا توفى الشخص فإما أنت تطيش هات وفات أو إذا كان قضية شرطة قلنا راح تنحال إلى الطبابة العدية منخابر المركز الشرطة لأرسله لإستلام الجثة بعد ما نزلها بالثلاجل الخاصة بالمستشفى يستلم ويأخذ هات الطبابة العدية لإجراء الفحص التشريح بالنسبة للتقرير التشريح هذا فيما يتعلق فقط الطبيب العدية إحنا قلنا التبابة العدية كل قضاء الشرطة تتوفى بالمستشفى تحال للتبابة العدية زائدا كل قضاء الشرطة تتوفى خارج المستشفى نتيجة في موقع الحادث هذه أيضا تحال بشكل مباشر من الشرطة للتبابة العدية يجري الطبيب العدية يكون بأولا الفحص الظاهري بفروة الرأس بالسكن بالاضرار اللي يعني نكتب انه مثلا فروة الرأس سليمة او مصابة بجروح رضية او جروح خطعية نجي على الجسم مثلا اكو اسابات بالرقبة اسابات بالصدر نوع الاسابة طلق ناري وهذا بعدين نجي على الفحص الباطني يعني بالنسبة الكبد والقلب والدماغ والاحشاء والمساريق والكلية نكتب تفاصيلهم ملنا نتخلص الفحص التشريحي راح نروح الى المناقشة مناقشة ممكن انه نكتب بها اذا تزينا فحص استو باثولوجي او فحص سمي ونكتب نتيجة بعدين نجي على الاستنتاج اللي هو نكتب بيه سبب الوفاة ونكتب بيه الاجابة على الاسئلة التحقيقية مثلا طالب من عندنا كحول نقول مليقين كحول طالب من عندنا فحص بكارة نكتب فحص البكارة نكتب مثلا غشاء ممزة غشاء ممزة وهكذا هذي عادة نكتبه اه انتهت محاضرتنا لهذا اليوم ان شاء الله نتخلص بمحاضرات جديدة شكرا لاستماع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة